السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن في مقبرة بوتتشاري هناك كثيرة من المساكرة في سريبرنيتسا يتبعون هنا ورحبنا هنا ورحبنا هنا مع المقبرة بوتتشاري لتعرفة الموت اليوم نحن نقوم في مقبرة بوتتشاري في سريبرنيتسا لكي ندعو للموت المجزرة التي حدث في سريبرنيتسا منذ 23 سنة واليوم ايضا اكتشفوا حوالي 35 قصة هنا هو اليوم ايضا اكتشفوا 35 قصة كما ترى هنا وهذه القصة وهذه الاكساد ليست كاملة لم يكتشفوا قصة واحد كامل فيه اليدين والرقلين وكل أعضاء ولكن اكتشفوا أجزاء من كل قصة يدعوها في هذا الكفن لم يكتشفوا لا يكتشفوا واحد كامل ومكتشفوا في هذا العام ومكتشفوا لا يكتشفوا ونحن لا نعلم كم قصة أكتشفوا في هذا العام يكتشفوا ومكتشفوا 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 الآن لا نريد أي كره وبغضاء وعداء يحدث مرة أخرى ونريد أن نبني السلام في البصنة وفي كل مكان في العالم نقول بغضاء بغضاء ومكتشفوا ومكتشفوا نريد بناء السلام بين كافة الأديان وكافة الأجناس ونقول لدعاة الحروب ودعاة العداء ودعاة التطرف ودعاة الرجعية ودعاة الإرهاب لن تنقحوا على الإطلاق نقول لأينا المنجرين ومكتشفوا لن تستطيع أن نتبع بمجرد حقا في بوزنيا ونتبع بوزنيا ومكتشفوا ومكتشفوا ليس فقط في بوزنيا ولكن في كل مكان في العالم ليس فقط في البوزنيا ولكن في كل مكان في العالم سنتحت سويا لن نبني السلام في كل مكان في العالم لن نتبع لن نتبع ومكتشفوا ومكتشفوا جزاكم الله خيرا من بوزنيا سربرنيتسا بوزنيا هرتسغوفنا 11 جولاي 2018 من مقبرة بوزنيا في سربرنيتسا في البوزنيا وهرتسغوفنا 11 يوليا 2018 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا